اشتركوا في القناة انك قد خلقتك ما تشاء اول يوم في شهر رمضان المعظم بموضوع الاستعداد لهذا شهر الكريم طبعا عبر ما تطرقنا اليه رفقة فضيلة الدكتور ابراهيم الشيبي من اخلاق المصطفى ومن استعداده لهذه المناسبة العظيمة كثقافة عامة يريد رسوله من خلالها صلى الله عليه وسلم ان يعلمنا عديد المعاني وان يرسم في خطانة عديد التوجهات التي تفيد الفردة والجمعة دكتور سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام هو تحية الاسلام وبهذه التحية نحيي جميع الأعزاء والأوفياء والأحباء الذين اختاروا مرافقتنا في الثقافة المحمدية فنقول لهم سلام الله وعليكم ونحييهم بصدق ونحاول أن نعيش معا في هذه الدوحة تحت ظلها وتحت منظلتها حتى ننهل من هذا المعين الخصب ونسقي يعني باقي المناطق الضمأة في نفوسنا فهناك أحيانا إنسان يكون جيدا في جانب ولكن ينقصه جانب آخر ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل أحدهم فيقول له أوسني يا رسول الله يقول له لا تغضب يقول له أوسي يقول له لا تغضب يقول أوسي يقول لا تغضب نعم وأحيانا يأتي الغذب مفتاح كل الشرور نعم لأنه يعرفه غضوب يعني سريع الغذب وأحيانا يسأل أحدهم يقول له يا رسول الله أي الأعمال يحب يا الله فيقول له الصلاة على وقتها لأنه يعرفه أنه مضيع المحافظة على الصلوات نعم والآخر يقول له يا رسول الله أي الأعمال يحب يا الله يقول له بر الولدين فيجيب كل بما يفيده نعم وكل لما ينقصه هو ناصح له نعم فهذا يعني هو ديدننا في هذا اللقاء اليومي في هذا الشهر العظيم شهر القرآن وشهر الرحمن وشهر التنزيل وشهر الصيام والقيام في هذا اللقاء نحاول أن نضخ يعني مياه عذبة في هذه المناطق الجدباء في نفوسنا فكل بنيادة مخطاء وخير الخطئين التوابون فنحن نحاول إن شاء الله كل مرة الاستزادة من هذه الثقافة حتى تصبح سلوكا ممارستيا ويوميا في حياتنا إن شاء الله قلنا أن لكل حلقة بإذن الله موضوع اليوم نعلم يعني أغلبنا وإن شاء الله جميعنا بإذن الله وأنت تضيف لنا في هذا الدكتور أن شهر رمضان هو حديث نبوي شريف أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار إذن الأكيد أن العشر الأوائل ونحن اليوم في اليوم الثاني تشملها بإذن الله رحمة الله بعباده ومن ثقافة الرسول وفيها ما فيها من المعاني المتعلقة بالرحمة وهو كذلك أخي العزيز هو شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وأخره عتق من النار نعم ولكن هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن بعض العلماء قال أن هذا ضعيف هذا الحديث وبعضهم قال أنه موضوع ولكن هو صادق في معناه فنحن حقيقة في شهر الرحمة وشهر المرحمة وهذا ما أوصى به الله سبحانه وتعالى فشهر رمضان تجد فيه يصبح فيه المسيك كريما ويصبح فيه المتعجل رصينا وهذا الشهر يعني فيه شهر صدقات وشهر الرحمات يعني يبدأ بالرحمة ويختم بالرحمة يعني هو شهر فيه عتق من النيران وهو شهر يعني تيسر فيه الأمور ففي شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين ويقال يا باغي الخير أقبل نعم يا من تريد الخير نعم فهذا يا من تريد الخير يعني أقبل هلم وهيا يعني مرحبا بك فهذه الأبواب مفتوحة على مصرعيها وهذه الشياطين مثقلة بالأصفاد وهذه يعني تجاهد نفسك الأمار بالسوء ويعني كل الظروف مهيئة لأن تكون رحيما في هذا الشهر شهر الرحمة لكي تحس بالآخر تحس بالجائع ورسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله نعم قال من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم فهذه الجوع هذا يعني لا يعرفه إلا من ذاق لسعة الجوع لكن في الأم الإسلامية وهذا من المعاني العظمى للصيام نعم فعندما نتحدث أحيانا يعني نتطرق عديد المواضيع هي الكبيرة مثلا نتحدث يعني مؤتمر عن الفقر ولكن يكون في نزل فخم يعني وناس لا تأكل وتشرب والموائد والمآدب عفوا يعني نعم فهذا أحيانا كما تعرف نعم يكون الإنسان لابد الإسلام كان واقعيا هو دين واقعي نعم فيحس المسلم يعني لا يعرفه كما قال الشاعر لا يعلم الشوق إلا من يكبده ولا الصبابة إلا من يعانيها فليس الإنسان يعني يتحدث هكذا جزافا على الأمور نعم وإنما عندما يعني يقرصه البرد ويلسعه جوع يعني يعرف أن هناك أناسا يعني تضع على موائدها يوميا وهذا يعني في شهر رمضان تضع على موائدها ملذة وطاب من ضروب الأطعمة وألوان الأشربة وتنسى الفقير ويكون الفقير أضيع من الأيتام على مأدوبة اللئام لذلك كان من مبادئ هذا الشهر العظيم ومن ثقافة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإحساس بالآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكما تحب لنفسك رغد العيش أحبب لأخيك رغد العيش فكما لا تتيق الجوع يعني أخوك لا يتيق الجوع وهذه يعني هناك تخريج طيب للإمام النووي يقول أخوك في الإنسانية وسيدنا علي بنبي طالب يقول الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق فهو يعني في كل الحالات هناك أخوة نعم هذه ثقافة كونية شاملة ليس بضرورة أن يكون من دينك بل هو نظير لك في الخلق هذا قبل 14 قرنا سيدنا علي كرم الله وجه وهذا من صميم الثقافة المحمدية أنها يعني المبادئ السامية التي أتى بها الإسلام والتي شرفنا رسوله بتعليمنا إياها شاملة للإنسانية قاطبة وعامة وليس للمسلمين فحسب وهذا من عموم رحمة الله بعباده ومن عموم رحمة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين خصوصا الرحمة في الثقافة المحمدية ليست رحمة محدودة لا تعرف حدودا لا حدودا جغرافية ولا حدودا عنصرية ولا يعني هناك رحمة شاملة واسعة تشمل الحرة والعبد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعامل هؤلاء بمعاملة والآخرين بمعاملة تشمل الصديق والعدو تشمل الرفيق والأسير تشمل الرجل والمرأة تشمل الكبير والصغير تشمل الإنسان والحيوان هات نضرب بعض الأمثلة من ثقافة الرسول ورحمته بغير المسلم يعني رحمته وتعامله والسمح مع المسلم هذا أمر يعتبر عاديا وإن كان في ذلك كلام كثير ولكن هات نضرب بعض الأمثلة برحمة الرسول بغير المسلم تكريسا لهذه القيمة الإنسانية العظيمة وهي الرحمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يعني كانت له مدرسة هذه المدرسة كان يربي فيها أصحابه على هذه المبادئ وهذه المدرسة تستمد مقرراتها وبرامجها التعليمية من كتاب الله عز وجل يقول المولى عز وجل لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم فهذا البر يعني هو من أوكد الحقوق تجاه الولدين أمر إلهي نعم فهذا البر يعني نحن لا نقول إنسان يبر جارة أو يبر معلمة وإنما خصصنا هذا المصطلح يعني صار متعارفا وشائعا نقول بر الولدين وأن كان هذا اللفظ يعني ورد في القرآن بالإحسان إلى الولدين ولكن البر قال يا رسول الله من أمر أعظم مراتب الأحسان نعم أمر الله أن نحصن أو نبر وهي أعظم مراتب الأحسان غير المسلم نعم ونقصط إليه والقصط أو المقصط هو يعني العدل المطلق العدل يعني يكون لا يجرمنكم شنأن قوما على أن لا تعدلوا حتى وأن ظلمون عنه نعم شنأنه شدة العداوة إذا ظلمك غير المسلم فأحسن إليه وعدل معه هذا أقرب الرحمة المحمدية فالعدل في الثقافة المحمدية لا يشمل يعني المسلم وينتهك حقوق غير المسلم هذا هو ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم تمر به الجنازة فيقف لها فيقال لها يا رسول الله إنها جنازة يهودي يعني فقال أوليست نفسا يعني هناك احترام للنفس البشرية وليس كما يصوي مهما كانت هذه النفس هي قبضة من طين ونفخة من روح فهذه مسألة بشرية إنسانية كما قلت سيزياد كونية يعني لا تحتاج إلا تقسيمات دينية أو تقسيمات مذهبية أو شيء وهذا سبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأربعة عشر قرن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعني يصدر في ديباجته يعني يولد كل الناس أحرار ومتسوين هذه ما قول سيدنا عمر بن الخطاب عندما قال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا عندما جاءه يعني القبطي وقد يعني يشكو إليها عم ابن عمر بن العاص نعم عندما تسابق وذهب إلى المدينة ويشكو قال هذا يعني ضربني قال لما ضربك؟ قالت دخلنا في سباق خيل فقال يعني نزع صوته وقال تسبق ابن الأكرمين يعني أنا ابن الوالي وابن الصحافي وابن فاتح مصر فهذا يعني كيف وهو مسلم والآخر قبطي قبطي نعم فعمر بن العاص عمر بن الخطاب استدعى الوالي عمر بن العاص واستدعى ابنه وقال له يعني اقتد منه يعني اضربه كما ضربه ثم بعد ذلك نزع العمامة على الوالي وقال له اضرب قال إنه لم يضربني قال إنما ضربك بسلطان أبيه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا كيف يعني ترى أن هذا الإنسان أنت أرفع منه شأنا أو هو أقل منك يعني قيمة ووزنا فهذه يعني مسألة المعاملة غير المسلم هذه تحتاج إلى تفصيل كبير فالرسول صلى الله عليه وسلم هكذا رب أصحابه وهكذا الدباجيلة وهؤلاء هم خرجوا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم المتشبعون المتشبثون بثقافة محمد صلى الله عليه وسلم ومن صميم ثقافة هذه المدرسة الرحمة بالجميع بشرا ودوابا وكائنات وحتى يعني نباتات الرحمة ليست كما قلنا في البداية رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم شملت الأسرة ويتعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة قالت له أنا ابنة وحاة المطائي فقال لها يعني شئت يعني رد الناس الذي يضرب به المثال في الكرم في الكرم وقعت أسيرة في يد الرسول صلى الله عليه جاء بها مع السباية يعني قالها لو كان وليدك مسلم لنترحمنا عليه ويعني فك أسرة أنه كان يحب مكرم الأخلاق نعم هذه من مكرم الأخلاق المحمدية هذه هي رحمة الرحمة يعني تشمل الغني وتشمل الفقير وتشمل الكبير وتشمل الصغير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن فعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها هذا يعني قطة نعم لا هي أطعمتها ولا تركتها ترمر من خشاش الأرض حتى ماتت يعني منعت قطة من الأكل فأدخله الله النار النار هذا يعني لماذا حتى يحس الناس ما معنى الجوع وما معنى الحبس عندما تحبس إنسانا وفر له الطعام يعني هو محبوس عندك هو أسير عندك يطعمون الطعام على حبه يعني على حب الطعام وقلته وندرته مسكيلا ويتيما وأسيرا يعني هذا أسير يعني عندك عاني كذلك الأمر في الحيوان فقال يعني دخلت امرأة النار في هرة حبستها هذه حبستها ربطتها لا وفرت لها الطعام ولا تركتها يعني تأكل من هواه الأرض فدخلت النار هذه الرحمة المحمدية الرحمة المحمدية جعلت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يأكل التمر بيمينه ويضع النواه في شماله في شماله وتأتي الأشياء وتأكل من يد الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المحمدية هي التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر عندما رأى الحسنة والحسين في ثوب طويل وكان يتعثران فقال يعني صدق الله عندما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة أشفق عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة هي التي جعلت أعظم رجل في التاريخ يبكي لوفاة رضيع ابنه إبراهيم عندما كان عند الظئر كان يزوره ويشمه وكانت حجرشة الموت في صدره فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بكاء قال له رسول الله أهو تبكي وكان يعني العرب لا يقيمون شأن المولود نعم ذكرا كان أم أنثى صحيح الأنثى كان شأنها أسوأ وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قطعة ولكن الصبيان وكذا يحتقرون الصبيان ويحتقرون النساء ويحتقرون الضعيف ويحتقرون الأرملة ورأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هذا هو المكذب لم يكونوا يرحمون أحد لا كانوا قبل بذر الثقافة المحمدية كانت الثقافة السائدة هي ثقافة الغلبة وثقافة الغلظة وثقافة الشدة والغطرسة بارك الله فيك فكانوا يتفخرون بأنهم يتفخرون بالظلم ويتفخرون بالجبروت والقسوة قال أنا من باب الفخر قال أن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا أبدا قال عندي عشرة أولاد ولكن ولا يوم قبلت أحد من أبنائي قال الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا أصنع لك إذا انتزعت الرحمة من قلبك الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء فهذه نصائح نبوية وهذه الثقافة النبوية ثقافة الرحمة التي جاءت بعد ثقافة الغلظة وثقافة الدكتور ما أحواجنا إلى تطبيق هذا في مجتمعنا الآن وما أشد حاجتنا إلى هذه الرحمة وإلى هذا الترحم وإلى هذه القيم والمبادئ التي بلغت من السموي شأنا عظيما والتي كرسها الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال تصرفاته كيف نتبقها لنختم في واقع الحال وفي وضعنا الراهن الذي يوصف أقل ما يوصف به بأنه أقرب منه إلى السلب منه إلى شيء آخر معاني استحضار معاني الرحمة والاستنجاد بهذه الشخصية النبوية الحية في قلوبنا والعمل بهذه الثقافة هو الحل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعلمنا حقه نبدأ برحمة الصغير يعني الصغير لابد أن يعيش في رحمة ما نطلق عليه لأن حقوق الطفل نعم حقوق الطفل تضمن ويوقر كبيرنا يعني الكبير المسن يكون له التوقير والتبجيل ويعطي لعلمنا حقه أصحاب العلم يعطى لهم الحق فلا يهانون ولا تداس كرمتهم ولا يعني يعبثواهم نعم ويبجلون ويقون التبجيل فهذه هي ثقافة محمدية نعم عندما يحث الرسول ثم ترى بقدر رحمتك أنت مصل واضح وبقدر إسلامك أنت رحيم نعم وبقدر إيمانك أنت رحيم وبقدر رحمتك أنت مؤمن فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما كان حليما كان يعني متجاوزا هذه الرحمة في أقصى تجلياتها عندما تكون في الثقافة المحمدية ولكن نحن نحتاج إلى ولو نزر من الرحمة حتى نعرف كيف نتعامل مع أبنائنا كيف نتعامل مع المختلف كيف نتعامل من خلفنا في الدين مع الآخر مع الآخر كيف نتعامل حتى في بعضنا البعض رأيت المسلمون يترحمون لا هذا ما نشكو إليه إن شاء الله هذا الشهر فرصة لذلك نعم هذا الشهر هو فرصة لتجديد الحياة ولغرس الثقافة المحمدية في سلوكنا حتى نكون حقيقة جديرين وقاملين بأن نوصف بأننا تلاميذ مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله شكرا لك دكتور على هذه الإضافات القيمة والشاملة فيما يخص الرحمة والثقافة المحمدية وعلاقتها بهذه القيمة الإنسانية والربانية والإسلامية العظيمة شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه تقبل الله صلاتكم وسيامكم وقيامكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة